موسيقى تواصل ولاية وهران استعداداتها لاستقبال ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2021 في دورتها التاسعة عشر باتخاذ إجراءات تعمل على الإسرع في وطيرة إنجاز الأشغال على مستوى المشاريع المرشحة لاستضافة هذه الألعاب اللجنة التقنية التي تم تنصيبها التي هي تقوم بعمليات تقييم للمشروع يوميا والمؤسسات هناك مؤسسات طلبة منهم العمل بوطيرة 2 دفواويت وهذا ما أدى إلى هذا التقدم الذي نلاحظه ورشات يتقدمها مشروع المركب الأولمبي الجديد الذي يضم ملعب تدريبات كرة القدم ملعب ألعاب القوى وقاعت متعددة الرياضات وكذا الملعب الأساسي الذي لم يتبق على إنهائه سوى أرضية الميدان وتهيئة مضمار أنعاب القوى فيما يخص الأرضية هناك ثلث أو أربع مقاولات قدمت عروض في هذا المجال وسيفصل في هذا العرض عن قريب لأن هذا الشطر الذي بقيه يعتبر هو الشطر الأخير في الإنجاز والعموم هذا المشروع وصل إلى إنجاز تفوق 80% بقيت بعض الأجزاء مركبة ستأتينا من الخارج على غيرار مثلا الحائطة لكلوتير لكلوتير التي تعتبر سديزيليمورة يأتون من الخارج ابتداء من 15 مارس إن شاء الله فيما لتزال مراحل إتمام مشروع القرية المتوسطية ببلغايد متواصلة أين بلغت نسبة تقدم الأشغال إلى 65% حيث يتم العمل على بنائها بمعايير أولمبية المقاولة قامت بتدعم ورشتها وسيعرف هذه القرية كذلك أكثر وطيرة وأكثر سرعة في الإنجاز تضم هذه القرية التي تستقبل الرياضيين خلال هذه المنافسة 6000 سرعة